هي حاجة تبدو هزار بس انا اظن انها من الحاجات اللي لازم نفتكرها دايما لأستاذ ويل هو غير خافي على حد ان انا كنت بحبه قوي ولا زلت بحبه قوي ما كنتش هو ان انا بحبه جدا وبالمناسبة ويمكن استكمالا او تعقيبا او تعليقا على كلام من الأستاذ حمدي خد بالك انه الحالة كلها روزا ليوسف جدا لو خدتوا بالكو يعني واستاذ حمدي ذكر الاستاذ عاد الحمودة ربنا يدي له الصحة وطلط العمر استاذ عاد الحمودة ده مكتشف المواهب فاكتشف موهبة مجموعة هم الأبرز في العمل الصحفي والإعلامي ودي ما هيش صدفة دي بتعكس زكاء الأستاذ عاد الحمودة وما هيش صدفة لأنها بتعكس أنه روزا ليوسف هي الأكيديمية من وجهة نظرنا يعني أولاد روزا عشان ما بقيت الأكيديميات الصحفية ما تزعلش احنا الأجمد الأقوى إحساسنا دايما فروزا كده أظن يأمن علي أحمد الطهري في الكلمتين دول وش كده أبو حميد ولا إيه لو سمعنا استاذ وائل كنت أنا واقف هنا في أول يوم ليا في البرنامج وهو حبيبنا هروح أقف ما كما كنت واقف كنت واقف هنا هو كده ده أول يوم ليا في البرنامج وأستاذ وائل كان معنا على التليفون وبعدين أقف كدهو عشان حتى تبقى واضحة شويتين وبعدين كنت بكلمه في التليفون أنا وزميلي علشان بنتطمن على صحيته وعلشان إرجاع الفضل لأصحابه في بناء هذا البرنامج منذ حلقاته الأولى وعلشان الإمتنان وعلشان المحبة وعلشان مكانته عندي كبيرة جدا إنسانيا يعني فيقول لي إيه يقول لي دخلوك إزاي في التليفزيون بالبانطلون الجينزة دا يا يوسف ده الأستاذ وائل طول الوقت مستعد إنه يضحك ويسخر أستاذ وائل في نوقتها وهو تعبان طريح الفراش بسبب الكورونا لعنها الله إلا إنه برضو بيدحك ويهزر هو أساس وقت طبعا عارف إن أنا لا يمكن أتخلى عن الجينزة تحت إيه الظرف ومن الظروف أنا من كاريه البدل والكارفاتات ما بقدرش بتخنق فهو قاصد ينكش هو بيحب كده هو تركبته كده متصالح طول الوقت مستعد ومستقبل للسعادة طول الوقت علشان كده الله يرحمه ويمسيه بالخير مش قدر أنا أتقبل أنه توف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر